قبل الفاصل وعدتك بالهدية اللي هي أقوم إسك الختام وكتير من الناس دايماً يسألوني على آيات الحفظ في القرآن الكريم آيات الحفظ في القرآن الكريم بالمناسبة لما بيكون عندنا حاجة غالية ممكن نقراها عليها ونرشاها عليها لما يكون عندي عين ما بيحفظي أو عايزه يحفظ كويس أو عايز يتقن درسته بنعملها له على مية ويشربها لما يكون عايز ربنا يحفظني أو يحفظ ما لي أعملها على مية ويشربها خلاص كده آيات الحفظ في القرآن الكريم 14 آية موجودين الآية رقم 255 في صورة البقرة الآية 80 في صورة النساء الآية 61 في صورة الأنعام والآية 114 في صورة الأنعام الآية 57 في صورة هود والآية 11 في صورة الرعد والآية 82 في صورة الأنبياء والآية التسعة في صورة الحجر والآية 82 في صورة الأنبياء معذرة دي مقررة الآية 21 في صورة 7 الآية السادسة في صورة شورة الآية الرابعة في صورة قاف الآية 32 في صورة قاف الآية العشرة في صورة الانفطار أنا قلت أوملك في عجالة وحقرأ أوملك في عجالة برضك علشان اللي مش عارف يقرأهم اللي مش عارف يوصلهم ممكن بالنص كده طيب خلي بالك في الآية مثلا آية الكرسي مش هتقرأها كلها علشان كده أنا قلت لك أرقام الآيات وهقول لهم لك إيه اللي في الآيات دي اسمع معي ربنا بيقول إيه ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وما أرسلناك عليهم حفيظا وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا وما أنا عليكم بحفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقلنا لهم حافظين وربك على كل شيء حفيظ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وعندنا كتاب حفيظ لكل أواب حفيظ وإنا عليكم لحافظين دون آيات الحفظ في القرآن الكريم ودي هدية حضراتكم النهار